وفي شأن آخر توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتهنئة للأخوة الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة الاحتفال بعيد القيام المجيد يأتي ذلك فيما أعلنت رئيسة مجلس الوزراء تنسيق بين رئيس المجلس والوزرات المعنية لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد واحتفال الأخوة الأقباط بهذه المناسبة